أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مفتاح النصر باب إذا ما دخله العبد استراح قلبه وهدأت نفسه واتمأنّت روحه وسكن فؤاده باب لا اضطراب فيه باب لا تعب فيه باب التوكل على رب العالمين التوكل عمل القلب دائما يسعى إليه العبد يسعى إليه عندما يفوض أموره إلى خالقه يسعى إليه عندما يأخذ بالأسباب التي أمره الله عز وجل أن يأخذ بها ويملأ قلبه توكلا على الله بأن ما قدره الله سيكون التوكل يجعل العبد في معية الله قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن الله يحب المتوكلين آيات تبين عظمة هذه الصفة عندما تسكن في قلب المؤمن ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه كافيه من شرور العباد كافيه من عناء الدنيا وتعبها ومن يتوكل على الله فهو حسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الصحابة هذا الخلق حتى تطمئن قلوبهم إلى ما عند الله تبارك وتعالى جلس مع أصحابه يوما صلى الله عليه وآله وسلم فضرب لهم مثلا بالطير فقال صلوات ربي وسلامه عليه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماسا وتعود بطانا صدق رسول الله هذا الحديث يبين كيف أن هذا المخلوق يتوكل على الله يخرج في الصباح قلبه يطمئن إلى رزق الله والله يرزقه هكذا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتباع هذه الأمة أن يتوكل على الله تبارك وتعالى ولكن مع التوكل علمنا هذا الشرع الحنيف أن نأخذ بالسبب فلا ينبغي أن يتوكل الإنسان على الله تبارك وتعالى ويترك الأخذ بالأسباب هذا لا يستقيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا قال يا رسول الله ناقتي أو دابتي أرسلها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل سؤال من هذا الصحابي الكريم يريد أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل هناك أمرا جديدا يفهمه أو اعتقادا يسكن في قلبه دبتي أعقلها وأتوكل أو أرسلها وأتوكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل لذلك انظر إلى الكرآن الكريم وهو يأمر السيدة مريم عليها السلام وهي في لحظة المخاض في وقت الضعف يقول لها وهذي إليك بجزع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا الله سبحانه وتعالى يأمر مريم بأن تهز جذع النخلة في ساعة المخاض في لحظات الوضع بعدما تضع المرأة تستنفذ كل ما في بدنها من قوة فكيف يتأتى لهذه الضعيفة أن تهز جذع النخلة القرآن الكريم يريد أن يعلمنا كيف نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب ولو كنا في لحظات الضعف هذا منهج تقوم عليه شريعة هذه الأمة واعتقاد تقوم عليه ديانة هذه الأمة نعم العبد يتوكل على الله تبارك وتعالى ولكنه لا بد أن يتحرك ليأخذ بالأسباب عيب على الإنسان أن يقول أنا أتوكل ويطرق الساعي عيب على الإنسان أن يقول أنا متوكل على الله ويطرق الأخذ بالأسباب نعم الإنسان يتوكل على الله ولكنه لا بد أن يسلك الأسباب الصحيحة والطرق الصحيحة للنجاح وتحقيق المراد صلوات ربي وسلامه عليه علق سيفه في شجرة وأراد أن يستريح وكان في غزوة وكل صحابي ذهب لينام تحت شجرة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه وقد أمسك بسيفه رجل من الأعداء وقال له يا محمد من يحرسك مني أو من ينقذك مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق المتوكل على ربه يقول له الله فترتعد يد هذا الرجل ويسقط السيف منها ويأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا التوكل على الله لا بد للإنسان أن يتوكل كما أنه لا بد أن يأخذ بالأسباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته